الحقيقة من المبارح للنهار ده الاعلام الامريكي مهتم جدا بالصفقة اللي حصلت بين ايران والسعودية وان اتفاق السلام ده كان اا قوي جدا وشيء مفاجئ عزوالي الحراك ان جريدة زي جريدة نيويورك تامز وصفت ان التحركات السعودية الاخيرة اخطر ما فيها ان محدش بيتنبأ بيها يعني مش عارفين سعودية عزيه ده الغرب مش فاهم سعودية عزيه كل يوم بتتحرك تحرك مفاجئ وفقا لاجندتها ومصالحها ملهاش خط بياني وفقا بقى لمصالح الغربية الغرب شايفة مهضوع ازاي لأ السعودية حاليا بتتحرك زي ما هي شايفة وده اخطر ما يكون بالنسبة للغرب لان الجرب مش عارف سعودية عزيه ويه خطوة تالية وكون ان السعودية بتتقرب من ايران دلوقتي دي خطوة خطيرة جدا جدا وليها معاني كبيرة اولا اول معنى اشتعرف ان السعودية تمضي اتفاق سلام مع ايران لازم تعرف ان ده احباط سعودي من الامريكان يعني السعوديين خلاص شكلهم كده وثقوا في الاد اعدائهم اللي هي ايران من كتر احباطهم الامريكان